رحلة عليها جينا بقى في رحلتنا الأكتر وقت أنا شخصياً بحبه جداً جداً وقت المطبخ مين بيحب يساعد مامتو في المطبخ؟ أنا! بجد بتساعدوها بجد؟ بتعمله معاه أكله وبتلمه معانا الحاجات؟ أنا بتدي لها الحاجات بتدي لها الحاجات؟ أوكي وبتعرف تعمل الحاجات ولا لسه مش متعلم قوي؟ عارف زي عارف عامل شتريتس بجد؟ يا والد طب حدي عارف ازاي يعمل تشيكن بيرجر أو بيرجر فراش؟ انا عارف ليها سلام عارف بجد؟ اجيب للكوكو اه 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 ميكرويف اه وبعدين اجيبه اه 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 احنا عايزين نجهز بيرجر مع بعض اه تيجيو نتعلم ازاي نعمل شيكن بيرجر أو بيرجر فراخ؟ ايه رأيكم؟ اوكي مبدأ يا انا احنا عندنا فراخ مفرومة يعني احنا لو عايزين نعمل بيرجر فراخ هتطلبوا أمامي أنها تفروم لكم الفرق أوكي؟ ممكن يا لاميتا تجبي لي معلومة أمامي الفرق عندنا طبعا 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 شوية ملح لازم نحط ملح شوية؟ حط كده شوية ملح حلوية شعب أولي ونحط شوية فلفل أيوة أولي أيوة شكرا خليها معيكي ونحط كمان شوية طوم فودر كده هو و هنحط كمان ده بصل مفروم عندنا نخلي ماما تفروم هولنا أوكي؟ ونقوم حطينه كده هو كله؟ لا مش كله ممكن نحط على حسب بقى أنت بتشوف أنا أريد أن نحط شوية المقادير يعني وبعدين بقى لازم نحط إيه؟ لازم نحط بقسمات عشان البرجر يمسك نفسه أوكي؟ فادر حقيا ما حطناش إيه؟ ما حطناش بابريكا نحط شوية بابريكا نعم بيدو لون حلم وبيدو كمان دي هوتعمل وزاز قوي وآخر حاجة البضاية دي مهم جدا البضاية دي في البرجر عشان الدنيا تمسك في نفسه هنحط البيضة كده هو وبعدين نلف وبعدين نلف نلف بقى ونقلب بقى نقعد إيه؟ نلف كده ونقلب مين عايز يجرب؟ أنا يلا شوية يا عمر نقف وقلب وإيه؟ وبعدين نجرب طبعا البروتين مهم جدا جدا في حياتنا إن إحنا نبقى بناكل بروتين ليه بقى؟ علشان إحنا تعلمنا إن إحنا لازم لازم نقوي جهاز المناعة بتاعنا وجهاز المناعة بتاعنا بيقوى جدا لما يكون فيه أجسام مضادة الأجسام المضادة دي بتبقى موجودة في البروتين فمهم جداً إن إحنا نبقى مركزين إن إحنا أكلنا يكون فيه بروتين علشان بيخش في تكوين الأجسام المضادة هنقلب كويس قوي 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 نحن نقلب كويس قوي قوي كده 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 ومفيش منع طبعاً إن إحنا نعمل إيه؟ نعمل كده هو نابسين جوانتيات صح؟ وغسلين إيدينا كويس عادة يلا نعم عارفين بقى إنه؟ إحنا طبعاً جسمين عبارة عن إيه؟ عضم صح؟ وعضلات مش أنت بتلعب برياضة يا أستاذ؟ أه وغضريف صح؟ وجلد بقى وضوافر وشعر مش كل ده حاجات في جسمنا البروتين بقى هو اللي بيقوي كل الحاجات اللي حم نتكلم بقى بيخللنا بسرعة قويس صح؟ ويخش في كل خليل ويتاول شعرنا وضوافرنا ويخش في تكوين الهيموكليبين اللي هو الدم يعني ويبقى مخلينا إيه؟ دايماً عندنا مناعة قوية وإحنا أقوية خلاص؟ طيب واتس ناكست هنعمل إيه؟ هنعمل بقى البرجر البرجر مدور صح؟ ماشي عندنا هنا المكنة اللي بتعمل البرجر نعمل إيه؟ نقوم حطين شوية من العجين اللي إحنا عجنادة أوكي؟ ماشي ونقوم عاملين إيه؟ يلا دوس إنتا بقى نعم؟ نعم هنجبس البرجر فبالتالي طلعت إيه بقى؟ برجر تعالوا نشوفها طلعت برجر ومدورة ساي دي بالزبط عشان بس إيه؟ نشيل ده ساي دي بالزبط كده نشيل ده صح؟ ممكن أنت تجربي تعملي واحدة لغاية ما أنا إيه؟ أبتدي بقى أسخن ده عشان نشوف برضو هنعمل إيه؟ نحن احنا عندنا طبعة عن طاستة سخنة هنجيش جنب الحاجات في السخنة ونحن كاكين ممكن أن نعمل واحدة أيوة 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 هنعمل واحدة واللميتة تعمل واحدة طب دي هنعمل في ايه؟ هنعمل في ايه؟ هنعمل في ايه؟ حطتت في الحطة الغرب آه حطتت في الحطة الغرب هساعدة كده احنا عرفنا ازاي بتتعمل صح؟ هاتعملوه في البيت هنحطها خطاصة يا سلام ونشم رحيتها كيه ممكن نعمل واحدة كمال عشان نعمل تو ساندويتش صح؟ آه كده اهو ويسي ما تستوي شوية طب انتو عارفين ان الخضار برضو يفقى مهم قوي ان هو يكون موجود في الوكبة بتاعتنا مين جاهز؟ يحضر الساندويتش بتاعه انا طب يلا ما اقفوا كده اجيب ده مين بقى هيحط بقى ايه عندكو تماطن وعندنا خاص وعندنا بصل ومعينيز وماستردا وكاتش ايه لعي الجوانتي الاول يا أستاذ؟ يا تشاف انت الجوانتي في الباسكت لازم وإحنا بنعمل اكت نبقى محافظين على نضافة الباسكت اوك ايوة وإحنا هنا دي قربة تستوي وتاخد لون ونبقى بنقلبها كده عشان تبقوا عارفين ازاي برضو قربة تستوي تماما وتمسك نفسه الله قولولي بقى مين بيحط ايه في الساندويتش بتاعه طماطم لا ميتا بتخط طماطم انا بغط وخاص تعالوا بس ايه اشال لكو ده طماطم وخاص مهمين جدا في الساندويتش ايه كماني؟ بصل عشان المناعة هنحط ايه تاني؟ صاص ايه احطه ايوة ايه 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 اهم حاجة واحنا بنساعد ماما عشان نبقى بنساعد ماما ان احنا ما نبقاش بنبوز المطبخ ونبقى بننظف طول الوقت صح؟ صح جاهز ايه انا جاهز اللهي لاميتا بنحطه بنفس المعلقة والدنيا بايزة خالص برضو من الحاجات اللي احنا وبنعملهاش انا جاهز انت جاهز؟ اه اجيب البرجر عن اذنك يا استاذة لاميتا رجاي الورا ايه قط البرجر هنا وايه معلش معلش يلا اشينا انا اضط ده دوء بسرعة ايوة ادي اول ساندويتش لاميتا جاهزة؟ جاهزة تجيب الساندويتش الثاني انا هاكله دوء بسرعة هنأكله طبعا اشيان تسيبوه اشيان تسيبوه يموت مش هنسيبوه يموت خد وقتى قدقيه بقى ولا اي حاجة خالص ديقتي طبعا لان عشان كنا محضرين البرجر اصلا بس في الوقت العادي هنسيب البرجر اللي انتو عملتوه ده ده انا هل قصير يقعد شوية في التلاجة مش إحياتو بقى هاتعملو عصير أخواتو هاخش و行مروا عصير لا لا أ… عملكو سمودي رخumu تقkung متبلقوا بيه الساندرش بتاعكم أوكي؟ نو أنا عملك عصير دو لكي اندي فرصة للإخواتو لا لا ل mamma لا لا hur ماشي كنا ربك معهم بعد نجيب أخواتو lidt حلو انتخمو نعمل سمودي تمودي م fluctuations جدا جدا نأكله مع الساندرش والحلوة دي يلا؟ يلا رحلة عيدة رحلة عيدة شفتوا بقى البرجر بالفراخ اللي احنا عملناه اي رأيوكو فيه خطير ها طب اي رأيوكو احنا كمان نعمل حاجة خطيرة تانية ايه نظامكم مع العصائر بقى بحب العصائر ايه بقى ايه بقى بتحب وقد ايه اوي يعني مهمة ولا مجيش اوي بالنسبة لك بالنسبة لك اوي لازم تشربي كل يوم عصير في المجرسة طب في حد فهم اي فوايد العصير يبقى فيا فاكهة والفاكهة فيها فلكموس طيب بيبقى فيها فاكهة والفاكهة بيبقى فيها فيتامينز مختلفة طيب تعالوا نشوف نهارده عندنا عصير ايه او هنعمل سموذي ايه عندنا اناناس او نطلقون علي الباينيبل ابن بالظبت وعندنا اموز وعندنا تلج طبعا علشان ايه اللز gefunden وده عصير لمون فبالتالي عندنا فيتامين سي لمون وعندنا اناناس وعندنا وعندنا موز بيدي طاقة وفيه بوتاسيوم في زينك وفيه حاجات كتيرة جداً أنا عارباً أنا لديه من بطاب 3 الفروتس اللي فيهم فيتامينز من أكثر ثلاث فوايقهم فيهم فيتامينز وإيه كمان؟ هنا فيه فيتامينز عصير اللمون عصير اللمون فيه فيتامين A C C أوكي والموز؟ بوتاسيوم فيه بوتاسيوم وفيه كمان بيدي طاقة بيدي طاقة رهيبة الموزة بقى من حاجات المهمة جداً طيب الموضوع سهل جداً وبسيط وعشان هو سهل وبسيط أتمنى أنتو تبقوا يعني توعدوني أنتو تعملوه في البيت لموما وبابا والأسرة الكريمة ممكن؟ أوكي هنعمل إيه؟ هنحط موز يلا نحط إيه؟ صامرة موز بيش نقشر هلقاو أكيد هنقشر مين عايز ياخد شرف لتأشير أشري؟ لا لا أحط باين وأنت أحشر واحدة كمان أنا اللي هحط باين أنا هحط أناناس قول بسكت تحتك أهو الضبط نحط شوية أناناس كده حلوين موزة فين الموزة بتاعتك يالف؟ نحط موزة حلوة قوي هنحط عصير اللمون كده هو شوية عصير اللمون حلوين ماش كتير وبعدين في الأخرى نحط إيه؟ الدلج دلج ليه بقى نبقى ساقع كده وحلو وفرش صح؟ دلجة هيسيح جوه هيسيح جوه هيتدرب احنا هنشربه على طول بقى المفروض أوكي؟ طيب احنا هحطينا كده المكونات بتاعتك بس خلص أنا غطي ونعمل إيه؟ بلند أو نخلط نحطها كده هو ونقوم يا تيدي يا تيدي تفايا؟ تفايا 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 علشان عارف يبقى فيه إيه؟ شوية حاجات ممكن تتاكل كده في الآخر نجيب بقى الكوبايات الحلوة دي بتاعتنا يزين شكلك منظم بتنظم مع ماما ها؟ وانتي بتنظمي مع ماما؟ أنا بلند من واحدة لواحدك؟ ليش مع ماما؟ يعني في المطبخ حد بيساعد ماما؟ أه أنا بساعدة بان حاجات فقط من ماما أنا ساعدة بان حاجات فقط من ماما أنا ساعدة بانزيلة والسلام اللي أعزيها ها؟ لما بتطلب مني حاجة مثلا من التلاجة أجبها لها رافو مساعدة في الطبيق ساعدة لما أحساها أنها يعني مش قادرة حسنا حبيبي والنبي انت جميل وانتي كمان طبعة طب حد بيغسل طبقة بتاعه بعد ما بيخلص؟ أنا بغسل طبقة أنا كنت صراحة أنت كنت؟ من عايز يخد؟ بسيحنا جبنا غسلت الأطباق أه يلا حط انت عشان تبقى أنت اللي عملت كبته غسلت أطباقها بس قبل ما تجيبه غسلت أطباقها كنت بتتساعد ماما أيوة إيه ده؟ طب هل بابا بيساعد ماما في المطبخ؟ أه ممكن نشيل لغتها خالصة عشان يبقى أسهل بابا بيبقى في الشغل وانما بيرجعها ساعات بيساعد ماما ساعات بيساعد بيطبخ؟ لا هو بيستعيدها مثلا يحضر الترابيزو كده لما بيرجع مشروف أوكي وانت بابا بيطبخ؟ أيوة أيوة يا ولد بيطبخ إيه بقى؟ ايه بتحب تكتب من بابا بيبقى؟ بيه فيه فيه فراخ كده اسمها فراخ مكسيكي فراخ مكسيكي فراخ مكسيكي يه؟ اه يلا نحط العصير بتاع حضرتك في رأيات نعمل كده نعمل كده نعمل كده نعمل كده обще برافو نعمل نعمل الي clair أشيا دعم ما رأىб wenكسيكي؟ تمدydوخته ؟ لا ما تينادوا كده Fleer صور يمكنك انزود صون أقل سكر لكن طيب تعمل زى التفاح تعمل زى التفاح بس جميل نعرف نعمله بسرعة ونعرف نعمله لنفسنا كمان عملناه بخمس دقائق وعملناه بخمس دقائق ونعمله كمان اما اما وبابا يموا مبسوطين وكمان عملنا حاجة مفيدة جدا 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 حلوة كده نسيب المطبخ بقى صح؟ ماشي تعالوا نسيب المطبخ وان ده ما هو بابا السمودي الحلو اللي ممشودة والعصيف ده ونروح نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن جاهزين؟ جاهزين يلا بينا اشتركوا في القناة